يعني هلأ يمكن إذا منقرب هيك الكاميرا شوي منشوف شغلات جميلة جدا بتعبر عن تراتنا الجميل الفخار وصلنا لختام فقرات صباحنا لليوم مع الفخار وهو من أقدم الحرف التي عرفها الإنسان الفخار هو طين محروقة استخدمه الإنسان منذ القديم حيث تعلم كيف يحول الطين لمادة صلبة طبعا عن طريق الشوي بالنار بالأفران اللي كانوا يقولولا القمائن وعرف كيف بيشكلوه كيف بينصنع كيف نقدر نكون منه أشكال مختلفة للحديث عن هيد الحرفة الجميلة معنا السيد نبيل علي شيخ الكار يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك خلينا نبلش هيك من يعني مثل ما شايفين معنا اليوم نماذج متعددة للفخار حضرتك جايبة ويمكن في شي شايفينه من زمان في شي جديد أنت مشتغل عليه خلينا نبلش أين ما تبلشت حضرتك بهذه الحرفة؟ هاي أن باشرت فيها هي رحني طبعا ورسناها أبا عن جد هايدي المصلح هي أقدم مصلحة بالتاريخ ورحني ورسناها من الوالد طبعا هلأ رحني حدثناها كان فيه أولي بس بريء جرى طناجر فرحني هلأ طورناها عملناها أشكال تزيينية وضفنا مواد الإجليز وضفنا طبعا مكانات هلأ كان أولي يحرقوا على الحطاب على هذا هلأ رحنا عملناها على الكهرباء وعالشغلات تزيينية نعم هي مع صدق سعدني للتبريد فهلأ العالم كلها رجعت يالفخار يعني هلأ اكتشفوا أنه مادة الفخار ما قطع الكهرباء ممتازة على التبريد كان هلأ هي طبعا هي بالتبريد هي موم بس تبريد هي إلى فوائد كتير يعني هلأ مثل جرة الماء وقت تنحط المي بالجرة بترجع الطاقة الحيوية فيها يعني المواد السلبية فيها بتمنع البكتيريا الكلس الكلور فيها كتير أعداد الشغلات نعم كان بإيد سلمة شفنا يعني الصدف وأيضا هدولا فينا الشب فينا المتة طبعا هلأ هلأ هو المتة والشغلات التزيينية حالو كتير هلأ معمولين مخصوصين كان لها هذا الشيء طبعا هلأ ونفس الوقت بيكونوا صمدية بقلب الباتلى اللي بيحب بيحط صمدية وهني أشرب المتة على الأثار إحنا مت ما حكينا أنه هلأ العالم كله رجعت على الفخار يعني الفخار هو صحي بالمية مية طيب خلينا كمان نشوف يعني هاي اللي هي منسميها نحنا مطمورة هاي مطمورة نعم اللي مصمت فيها المصاري عملينا من الفخار طبعا وقت بدو يطلع المصاري بدو يكسرها هلأ هاي طبعا فيه إلى طريقة بيكسروها من تحت بالتم كشكل زي هاي من هون من هون تنكسر هاي بعرف إذا الكاميرا بتأخذها هاي المطمورة كبروها شوية الفيت طبعا عدة إياسات طيب خلينا نحكي كمان عن طريقة العمل مراحل العمالي وخصوصا أنه متل مو شايفين فيه شي محروق الولمعة وفيه شي مطبع متل ما بيقولوا الملمة الطيني ما بيلمع يعني نعم هلأ بالنسبة يالمواد الصحية يالطبخ ياله هاد متل ما حكينا أنه هي فخار ما بينضف لها أي شي تجي نسبة المي ما بتنضف لها مثلا مادة البرسلان ليه؟ إنشان ترشح المي كمالك شايفة فخار على طبيعته تمام كيف بتنجلى وبتنغسل يعني بلا صعبون؟ هاي لا ما بس الفخار ما بيحب الغش يعني أي شي مادة بيطعم تغري فيها بدك تخصليها بس الكل يوم تكرير المي مثلا هلأ هي مثلا متجرة أو ترلس هلأ المي ما في داعي نجلية بس إنه إذا طبخنا أو الشي إيه هلأ إحنا لي ضفنا لها المواد الجليز الحرارية هاي دي التنجرة الحرارية هي ضفنا لها مواد برسلان مزجج عشان التنجرة إذا نحطت بالفرن دلها كمان تحافظها تحافظها الحرارة وبتعطيكي هلأ بالنسبة للطناجر أو كل شي مواد الأكل نعم هلأ هذا مواد صحية لأمن نسبة للستال ستيل والكروم والستال كل يأتوا هاد مواد مسلطنية هلأ اكتشف والعالم إنه المواد الفخار هو صحي بالمية مية ما في إنه مواد دانية أكي ما بعرف إذا تسمح لي إستاذ ويسام المخرج قوم شان نجيب القطعة اللي بده يشتغل عليها الإستاذ لأنه بده يعملنا شي على الهوام ميز ونحنا لأنه طاولة كتير صغيرة بس بس نحنا بدنا إذا بتكون أنت وسلمة مع الطاولة معنا تفضل بس لا حتى تأكد تفضل مايك شغال هلأ رحنا في شي لسه تاني بدك يا في قطعة تانية لا هلأ رحنا بالنسبة يا يجب لك القطعة تانية وليهم معك يمكن هيدا الفخارة مميزة اللي بدك تشتغل عليها هيدا المي أستاذ طبعا هلأ هي كان أول صادة فهلأ رحنا ضفنا طرية هي طرية نشتغلها بس رحنا هي بتجي كان أول صادة فهلأ رحنا ضفنا الحفر الرسم والنهت على الفخارة اتفضل بدي بعد أكتر إذا مناخد شوي إستاذ شوي لنا هالكاميرا تمام عم تاخده الكاميرا بال بس مشان بيّن تفاصيل الحفر هلأ هي طرية تشتغل عليها طبعا هلأ هيدا أول هاي بعد طبعا في مرحلة اللي نحنا منشوفها بالتلفزيون اللي بيكون قاعد عم عم يعجنها بييدو هلأ العجنها طبعا هاي بعد ما نعجنت بعد ما نعجنت منشتغل في مكنة منشتغلها على الدولاب بعد المرحلة الثانية بتجي الرسم نضفنا الرسم ايه او النحط في كتير اشياء فينا نضفنا فهي أول كانت هيك تجي صادة عم بتبلش الدور اذا فينا بس حضرتك عم تحفر نحفر هيك بس مشان تقدر الكاميرا تاخده هاي كامني ايه تمام بس مشان نقدر نشوف معك المشاهدين طمعا هاي المرحلة هي المرحلة التانية هاي المرحلة التانية هاي المرحلة التانية نضيف حفر او زغرفة بعد ما منشوية طبعا ما شاء الله عدناك عم ترسم هيك بأرياحية بسلاثة 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 كيف جدا جميلة هلا بعد ما تنحيت بتدخل على الفرن؟ طبعا هلا نستنع خمسة أيامية تنشاف اه قبل ما تخر على الفرن تتضل خمسة أيام هيك؟ يعني طبعا بس رحنا بتبين معنا عزة ناشفة طبعا في رسمات كتير اشياء حسب الواحدية هواية دمام دمام أستاذ نبيل خلينا نحكي أيضا ان لو بتفرق مسلا الإطعب الشتاء أو الشتاء كل شبوينه طبعا اه هلا بالطوول مثلا بدى بالصيف خمسة أيام يا تنشافي نحطها في الفرن بالشتاء بدا تقريبا إلى الـ ٥٠- ٥ نعم اهام هلا مثل هاي تجه هيك سادة وهيك تجي نحط فين يعني نضيف كتيارينه الشغلات يعني خواص الفخار بحد ذاته هي خواص مفيدة ومهمة يعني نحن نعرف أجدادنا كانوا يستخدموها كمثل بيقولوا براد يعني هي براد للمي نحن سبقوا وحكينا أنه الفخار هو صحي بالمية مية بيمنع فيه كتير عبيستعملوه للمريضين ويقول لك أنه مثلا مي وقت تجي على البيت مضغوطة عن طريق الأنابيب كلها هيدا فقدت الطاقة تبعيتها وقت تنحط بالفخار ترجع الطاقة تبعيتها خلال نصب الساعة شو نوع التيني اللي عم يتم استخدامه هلأ هو رحنا كان الطين بنستعمله من 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 عدة مناطق الزبداني في مناطق من إدلب في من حمس من نخلط عادي بتطلع ثلاثة أنواع فيه الأصفر الأبيض الأحمر كل منطقة مشهورة حولا يعني يمكن سالي في هون هلأ لفت نظري واحدة من الفخارات أنتوا عاملين دمش فيها بين الموديل الجديد عاملين مثل الكولر المي يعني مراقبين لها قطعة ببعض إذا تبين معاك هي الترموس ما عندي أنا هاي القطعة بيقدر يعخذها يمكن هون أخلتها سلمة دعونا نستعرضها معاك تقيلة تساعدني فيها حربة كتير هاي هاي عامل لها دمش طبعا هاي دي مراكب لها حنا فيها منتحة مراكب لها حنا فيها تتعب ديها بالماء هلأ كل العالم رجعت تستعمل الفخار عشان ترجع الطاقة يعني هلأ بتصفي هي من الكمس من الكلور من كتير الأشياء بترشح الفخارة يعني هاي جديدة ما في داعي الواحد يحمل لا 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 ويفضي هلأ هي بس تجمل في جبيعبية هي مثلا بيستعملوها كل يوم يومين بس الأفضل كل يومين بس كل ما رشحت أفضل بيكون إنه المي فيها كلور فيها كلس فيها نطبي كلها ياتها بترشحها يا برا حلو على بيلولنا إنه بيجي زباين كتير إنه لاي بترشحها بتكب إنه بالعكس سيدي مفيدة بتكب الكلس كتير المي الما فيها فائدة بتكبها يا برا أنا الفخار ما بيحب الغش هلأ نحن لازم السؤال هي كلات أسئلة نحن نسألكها من طبعا الناس وحتى بالكنترول عم يسألون أسئلة هلأ لازم موقت نجيب الفخارة على البيت برطبة شوي ولا فينا ضغري نستخدمها هلأ هي داخلة أول شي درجة حرارة ألف هاي دي الفخار الشوية الأولى هاي دي العدل طبخ الطبخ درجة حرارة تانية مش شوية بنار معقمة يعني ما فيه أي شي بس ولكن الأفضل مي وملح مي وملح بصابون أو أي شي هلأ دغري يعني تخسلها بمي وملح تنقعها ساعة ساعتين ترجع تحط فيها الماء ترجعها هاي دي بس بالنسبة مثلا شفتي مثل التناجر هاي دي هاي دي بتنجلع هاي جاهزة فورا هاي بتنجلع هاي بتنجلع هاي بتنجلع هلأ في بعض العالم رحنا منحب أنه نحكي على الموضوع مثل التناجر هاي المقلاية كمان ما هي مفتاحة أو أي شي معدني يحط إذا حطيت إن أحطيت أي مول أصلي نعم هاي معلومة كتير مهمة بس بالشعب مهمة الشعب يعني كتير عبي يجونا في بعض مصانع بدال يعني هاي المواد كلها تم كلفة أنت عم تحكي عن هاي أستاذ اللي هي اللي يعني الصحون أو طبع اليبرأ أو طنجرة المتش اللي بيت سالي سالي بس رفعية إياها طبع اليبرأ نفس الطنجرة أو طبع اليبرأ أو طبع اليبرأ إذا هاي هي شو عمل لازم يساوي؟ هلأ عبي بخوا نفس الألوان مادة لكر نعم يعني مانا المادة الطبيعية الأصلية مانا المادة الطبيعية كيف منقدر نكتشفها؟ بيكتشفوها بيمسكو أي مفتاح أو أي شيء مادة إذا حتت هاي مو الأصلية مو حتت هاي الأصلية يعني هاي رحنا عم نعملها مزججة في عالة مع بعض الناس عبي قلدوها بيبخوها لكر شو النار اللي عليها؟ شو النار اللي فينا؟ هاي مواد بورسلان مثل الزجاج يعني ما فينا نأوي الغاز؟ يعني كيف؟ هي استعمالها طبعا الفخار بيحب درجات مثلا درجة درجة ضعيف أقوى أقوى يعني منقلة فيها بصل بعدين منغلية مثلا ممكن طبعا بالضبط بس ما بيأستريني ما ممكن أنه هي الطق مثل ما بيقولون لا لا ما فيه درجات حرارة عالية إلا إمارة إزامية نحط بالفرن بالميكرويف بأي شيء بأي شيء بس طبعا هلاء هو الفرن وقت تنحط هي بالفرن طبعا درجات استعمالها بالغاز بدي درجة درجة هلاء الفرن وقدي أحمد درجة 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 يعني مدغل نحطها على العالي نعم طبعا حلوين طبعا كل خليني قول الأشكال اللي موجودة معنا سالي اليوم واستخدامات متعددة وصحية مثل ما قالنا هي أهم الشيء طبعا هي الصحية وحرفة تراسية هي حرفة تراسية ميز فيها بلداننا العربية ويمكن بيلاد الشام بالذات بموديلات خاصة موجودة من الفخار ترجمة نانسي قنقر